أنا إنسان بحريني طبعا هذا هو المبدأ الذي نود دائما أن نركز عليه ونعزز ونكرس من مبدأ أن المواطن البحريني بغض النظر عن طائفته وعن انتماءه الديني مشاهدين الكرام أهلا بكم من جديد وأهلا بضيفتي في السعودية للسادة سوسن شعر الكاتبة الصحفية مرحبا بيش السادة سوسن من جديد يعني اسمحي لي أن نبدأ هذا اللقاء بسؤال ربما يتكون من كلمات بسيطة لكنه كبير حقيقة ماذا يجري في مملكة البحرين من أحداث حاليا ما هو واقع مملكة البحرين والله أنا حب أبتدي في التغيرات والتبعات من ناحية الإنسانية قبل أن نبدأ أن نتكلم على المتغيرات السياسية الموجودة يعني حقيقة لازم نرتب أولوياتنا حتى يعني أنا شوف الفوضى اللي قاعدة تصير مو فوضى سياسية فقط حتى فوضى إنسانية يعني الناس ما قاعدة حتى ترتب أولوياتها شنو بالدرجة الأولى أنظر له وأنا هنا لازم يعني من ناحتي أنا برتب أنا أولوياتي على الأقل يعني بالدرجة الأولى لازم ما أنسى قبل أي شيء ثاني أن ما حدث مرفوض تحت أي مبررات مهما سيقة من مبررات لا يمكن أن أنا أقول أسمح أو أرض أو أقبل أن سبعة من عيال البحرين يروحون هذه بروحة لازم تكون على الأولوية وخط أحمر تحتها وانبعدها يتندرج كل الأمور الثانية من ناحية الإنسانية السبعة هذلين اللي راحوا من الناحية الإنسانية إذا أنا بفكر بطالع في أسرهم في محيطهم شنو الأثر شنو التبعات اللي صارت عليهم يعني إحنا قاعدين كلين يتبادل مسجات ويتبادل رسائل وإيميلات وتليفونات حول هذي شقال لي وذي شرد علي هذي شنو تشوفوا هذي شقاعدين يقولون والثاني قاعد يقول شوفوا ذلك شقاعدين يقولون وهذه عشرة عمر تركته وهذه عشرة يا أخي في أولوية نعم في الدرجة الأولى هالسبعة هذلين يعني أرواح ناس ولهم أسر لهم عيال لهم مهات لهم أبهات أفقدوهم أكيد يعانون أكيد في مأساة إذا بنرتب أولوياتنا فهم رقم واحد في الدرجة الأولى ننظر لهم لكن قبل أن ننتقل لي رغم اثنين في الأولويات ما هي مدلولات إعلان مملكة البحرين يوم حداد على أرواح هؤلاء الضحايا ممن توفوا أيضا ما هي مدلولات لجنة التحقيق التي أمر بتشكيلها جلالة الملك حفظها نوارها لما نتحدث عن وجود الضحايا يعني شوف الولي العاهد وجلالة الملك يعني قاعدين يبذلون قصارة جهدهم لابداء حسن النواية لردم فجوة الثقة عدم الثقة اللي موجودة واللي هي أصلا إيه أساس المشكلة من البداية من قبل حتى الأحداث في أزمة ثقة واللي حدث عززها أكثر فالآن الخطوة اللي قام فيها جلالة الملك وسموالي العاهد بأن يوم حداد بالمبادرات اللي تلحقتها حتى سحب قوات الجيش والأمن وترك الأمر بدون يعني الهدوء مثل ما قاد سموالي العاهد هذه المبادرات كلها من أجل تعزيز الثقة مرة أخرى لأن هذه اللي إحنا بنبني عليها بدونها ما رح نقدر نخطي خطوة جدها يعني النظام بدأ يبدي حسن نواية أنا أمل إن شاء الله أنه يبنى عليها لآن ترى يعني مهما تتكلم معهم مع أحد منهم في الدوار مثلا في أي قوة من القوى السياسية الموجودة وحتى أفراد عاديين يقولون ما في ثقة أحين ما في ثقة بعد اللي صار ما في ثقة يعني اللي قابل كان ما في ثقة وكان في بعض من يضرب عليها ويعني الله يسامحه كان يعني يستغلها الفجوة هذه فما بالك بعد سقوط ضحايا هذه الأمر هو الأولوية الآن لكن نؤكد على مسألة أن هناك بوادر وحسن لية الحمد لله الحمد لله أن الله ألهم سمو ولي الأهد في ذاك اليوم اللي يعني بدون تخطيط وبدون تدبير مبادرة ذاتية تلقائية ركب سيارتها مثل ما عرفنا ويا أنا ما وعيتها إلا واقف جدام هنا ليه لحظة اللي هو يركبون للمايك أنا ما أدري من اللي جدام يواقف حتى يعني الناس تقول لي شنو صار بعد يعني في الفتشة اللي هم يحطون للميكروفون أنا أول سؤال يعني تبادر لذهني وكان مثل ما يقولون سؤال عفو يعني أنت قلت له شيابك وقال لي يا ابني اللي يابكم همي اللي كان اللي أنتوا تقولون أهمكم أنا ما أرضى باللي قاعد يصير ويعني كفاية خلاص يعني أعتقد كل طرف شاف إلى أي مدى الطرف الثاني ممكن يروح وهذه خطورة يعني شنو نحن نطالع الدول الثانية هل نتمنى أن نكون لا سمح الله مثلهم فالحمد الله يعني يعني النزيف على الأقل نحن في حالة إنسان جريح البحرين أنا أمثلها بإنسان جريح تم وقف النزيف فقط لكن ما عالجنا العلاج العلاج إن شاء الله يعني هالبوادر اللي صارت لكن مثل ما قلت الأولوية الآن لهالأسر الأولوية لهال إذا كان لهم أطفال إذا كان لهم أهالي يعني أمهات ربهات موجودين أي أن كان المقربين منهم الأولوية لهم نعم ولازم تبتدي يعني ينحصر تفكيرنا في هذه وبعدين يندرج تحتها أي أهمية ثانية أنتقل للأولوية الثانية اللي رتبت يوم المسألة الثانية في هالشعارات اللي رفعناها كلنا لا سنية ولا شيعية يعني أنا ما أبي شعارات ترفع للإعلام الخارجي بره يشوفني والله يا سلام كل شي حلوها كما كل واحد رفع شعار لا سنية ولا شيعية تعال طبق هل تشوفين الواقع يناقب؟ لا مع الأسف لا مع الأسف يعني كأن نحن نحط كريمة فوق لكن تحت فيه خراب فيه عفن في الأنفس يعني هل بمجرد نثلا أن هالناس يطلعون في تظاهرة أو في مسيحة لا 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 أنا ما أبي لا سنية ولا شيعية مرفوعة كشعارات لكن بالمسجات يعني عدم أثرها وبالتليفونات وبالاتصالات يعني مواقع العمل خلي نشوف أنا أسمع من ناس موظفين في دوائر يعني يروحون يقعدون يقول لك ما نقدر أتكلم نخاف كلمة واحدة تبدر من أي حد ينفجر يعني كثير كثير من هالمواقف يدش واحد شيعي السنة يسكتون نعم شيعي يتكلمون يدش أو العكس يعني صاير الشد الأعصاب اللي إحنا نجمل ونقول لا سنية لا شيعية لكن مع الأسف لكن ما حد يقدر الوضع الوضع مشدود من الجانبين الوضع قاعد كل طرف يطالع الثاني بترقب التوجس هاي الخوف يعني أنا أقول اللي في الدوار قاعدين يعني يمكن ما يدرون تعرف أنت لما تكون في ضمن دائرة وحدة ما تدري بره بعدش صاير يعني يريت يعني وأعتقد منهم ناس موظفين رجعوا إلى دوائرهم شافوا حجم الضرر اللي صار وأنا أنا ما أقول اللي في الدوار السبب أقول لا إن كل جهة معزولة ما تدري شكاعد يصير إلا لما ترجع إلى محيط عملها الطبيعي القبلي وهذا اللي صاير يعني اللي لما نرجع إلى مواقع عملنا الطبيعي اللي كل يوم كنا قبل نضحك ونسولف ونتغشمر وأجواءنا حلوة مع بعضها بعض فقدناها لكن ما حد يقدر ينكر البحر لا تزال يعني واحة للأمن واحة للتعايش للمحبة بإمكانها تكون أكثر من شذي بعد بإمكانها تكون أكثر من شذي بس مو بالتمنيات ولا بالشعارات المرفوعة لمجرد التجميل لا إذا كنا جادين بالفعل فإحنا لازم نحاسب كل واحد يحاسب بس هذه تاريخ نو يثبت هذا الواقع يعني عايش أنا من شذي قاعد أقول لما آي أرتب بعد من الناحية الإنسانية بقول يا جماعة رجعوا لذكرياتكم رجعوا لذكرياتكم فرجان أهل أخوان عوائل قرابة زواج يعني ربينا مع بعضنا بعض عمرنا ما يعني أسأنا بكلمة بأذر كنا نشارك يعني شا أقول لك كنا نمر يعني حتى في أيام أيام محرم في أيام المناسبات الدينية والله اللي عنده حتى صوت في الراديو في السيارة قسرة احتراما احتراما لمشاعر هذه الأجواء أتوقع لحد حين هذه الأجواء التي نذكرها يمكن أن نسوها أحيانا أنا أقول يعني الله سبحانه وتعالى قال في آية التي هي ما تحضر نصيغتها لكن فلما سكت عن موسى الغضب نعم من اللي كان يتكلم الغضب كان يتكلم مو موسى اللي يتكلم صحيح وكأن الله سبحانه يقول لنا أن للغضب لسان للغضب اللسان يتكلم نيابة عنك أحيانا أنت لما تشد حتى مع أي حد وبعد ما تهدى الأمور يقول لك أنا والله أتبان عليك على اللي قلته تقول لها أنا قلت هالكلام بدون وعي بنفعال كثير من الأقوال الحين وممارسات اللي قاعدة تصير والله العظيم رح نندم عليها بعدين فإذا هذه رجعنا من جديد إلى أصل مبادرة سمو ولي العهد حينما دعا للتهديئة حينما دعا للحوار حينما دعا لجلوس جميع الأطراف وجميع الأطياف على طاولة واحدة للحديث احنا قبل الله ننتقل للمبادرة السياسية للحوار أنا أبي مبادرة يعني حتى المبادرة هذه برمزيات تفكك صحيح بس احنا بحاجة بالفعل إلى كل الأطراف أنها تتخل مبادرة إنسانية إنسانية تذكروا عشرتكم صحيح تذكروا صداقتكم تذكروا محبتكم بعضكم بعض تاريخ تاريخ يعني يمتد لقرون قبل الله أنا أن ولد قبل الله اللي أكبر مني يولد كنا في جيران وكنا أهل وهذا اللي رح يبقى ترى أنا أبي أنقل ذي حق عيالي أنا ما أبي أنقل البحرين إلى ما هو موجود الآن يورثون أولادي ترى هذه مأساة إذا أولادنا أورثوها نقول يعني هذه كلها سحابة صيف إن شاء الله وتمر بعملنا مب الشعارات مب برفعها لا سنية ولا شيعية وبس مجرد شعار يرفع للإعلام الأجنبي الخارجي أراوي لا إذا أنا سوداء لكن في نفس الوقت بضغط إحنا ما ندعو للسودوية لا 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 بالعكس عشان الوشاهد ما يفعل لا لكن ما بأنقل صورة وردية ليش أنا أحط صورة وقعية أنا أحط فاكتس وقائع جدامك وإنت بناءًا عليها ترتب أمورك بناءًا عليها تتخذ قراراتك يعني إذا أنا قلت والله الله إحنا عايشين في أمن وسلام ومحبة وسنية ولا شعية وما في غلط إذا أنا بأقول لك كإعلام تعال يا مواطن يا إنسان يا بحريني تقول أنت بحريني اثبت لي كلمة أنت بحريني تعرف يعني شنو أنت بحريني المواطنة تشتشعب المواطنة يعني إنسان لك جذور تمتد مع شقيقك مع أخوك تلتقي تلتقي تحت في هالجذور وحده ممكن أنا أفصلها إذا أنت بحريني مثل ما تقول بس تذكرها هذه تذكر كلمة يعني شنو أنا بحريني يعني أنا مو سني أنا مو شيعي بالضبط نكسر كل هذه الحواجز أنا بحريني صحي أنا ما يهمني أنت لما تروح تصلي هذا بينك وبالربك نعم علاقتك أنت كديانك معتقد ديني ما رح أنا لا أدخل معاك في قبرك ولا رح أتحاسب معاك هذه شيء خاص فيك أنت وربك علاقة خاصة صحي لكن أنا موجود على أرض وحده وياك نعم أنا بأكل و أشرب وياك أنا بأتقاسم هالخبز معاك أنا بأتشرب ألتقي وياك في الشارع أنا مكان العمل بضمني أنا بأشتري منك أنا ببيع لك أنا ما أقدر أستغني عنك وإن أنت تقدر تستغني عني أتذكر هذه بس وأنا قبل لا أساوي سند حق المسج اللي فيه إساءة حق صديقي يعني أنا في في قصص صارت الحين في إعادة اللحمة ويد تأثر يعني ياريت ياريت تنقال يعني في واحد يقول لي أن كان صديقي يطرش لي مسجات يراويني صور الضحايا اللي طاحه واسقطه في الدوار دم وصور مشوهة وصور تألم وارجع له يقول أرد طرش له رسائلة قول له ما زلت أحبك يرد يطرش له بعد مسج ثانية بعد يرد يقول له ما زلت أحبك تم يردد له هالك كلمات هذه لين هذاك سكة فترة ما رد يطرش له رد له قال له وأنا أيضا أحبك يعني فيه لغة فيه لغة فيه لغة إنسانية ممكن نستخدمها فيه وحدة تقول لي أنا كنت في في مجال العمل قاعدة في وظيفتها ورايحها تشرب ماء فياتصر زميلتها الثانية شيعية بعد وكانت عينها حمراء تقول فالسنية سألت الشيعية تقول ليش عينت حمراء للحين اللي التهاب فيه كانت التهبة الظهر فقامت الثانية صاحة تقال للحين بسألين عليه يعني يعني إيش دعوة لهالدرجة الشروخ وصلت يعني خلنا نتذكر شنو إحنا وشنو كنا هذه أنا وائد بعد أستاذ يعني عشان بس يعني نفكي كلها الحواجز اللي انبنت ربما في أيام بسيطة وربما انسفت يعني ما تم بناءها في مئات السنين نعم نحن أيضا الخطابنا الإعلامي يجب أن نحن نرتقي فيه نحن كإعلاميين وأيضا زملائنا في الصحف خلاله شكرا